يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائي المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر النهاردة في الحقيقة محافظة البحر الأحمر بتحتفل بعدها القومي اللي بيوافق يوم 22 يناير من كل سنة ده اليوم اللي في الحقيقة مش ممكن يتنسي أبدا في تاريخ القوات المسلحة وتاريخ وأزهان المصريين بسالة أبناء مدينة الغردقة من الصيادين اللي ساعدوا في صد العدوان الإسرائيلي عن جزيرة شدوان المواجهة لشاطئ الغردقة في معركة تلقى فيها العدو هزيمة ثقيلة رغم تفوقه في الأسلحة والمعدات الحربية النهاردة الذكرى الـ 54 على مشاركة أبناء الغردقة في معركة جزيرة شدوان ودي جزيرة مسحتها حوالي 70 كيلو متر وبتقع ما بين مدخل خليج السويس وخليج العقبة بالبحر الأحمر فيها فنار لإرشاد الصفن وتبعد عن الغردقة حوالي 35 كيلو متر في وقت حرب الاستنزاف وتحديدا سنة 1970 قوات العدو قامت بهجوم ضخم على جزيرة شدوان جزيرة شدوان جوا وبحرا وقصفوا فيها مساكن المدنيين اللي بيشتغلوا في إدارة الفنار كان فيه مجموعة صغيرة من السعقة المصرية البحرية والبرية لحراسة الفنار اللي موجود جنوب الجزيرة ورغم هجوم الطائرات الإسرائيلية جوا ولنشطها بحرا لكن أبناء المحافظة لم يتخلوا عن قوتهم وكانوا بيقوموا بتوصيل الذخائر والمؤن والأسلحة في مراكب الصيد من شاطئ الغردقة إلى جزيرة شدوان وقتها كانت المعركة الحقيقة قوية جدا استمر القتال ما بين كتيبة المضلات الإسرائيلية وأفراد السعقة المصرية اللي خاضوا المعركة ببسالة وأحدثوا خسائر جسيمة بقوات العدو كمان وحدات الدفاع الجوي المصري تمكنت من إسقاط طائراتين للعدو من طراز ميراج وطراز سكايهوك وظل العدو يتقدم لاقتحام مواقع قوة الحراسة في جنوب الجزيرة لكن القوات المصرية أتلت وببسالة وشجاعة ومنعت سيطرة العدو على الجزيرة رغم تفوقه العددي والقصف الجوي العنيف والإمدادات طبعا الكتيرة اللي كانت بتوصل لي أمام هذه البسالة والشجاعة للقوات المصرية اضطرت قوات العدو اللي تقدر بكتيبة كاملة من المضليين للانسحاب من الأجزاء اللي احتلتها من الجزيرة بعد طبعا مقصفة القوات الجوية المصرية الموقع اللي تمكنت العدو من الوصول ليه في جزيرة شدوان عشان كده محافظة البحر الأحمر اختارت ذكرى هذه المعركة عشان تكون يوم العيد القومي للمحافظة وده في الحقيقة معهدناه طبعا من قوتنا المسلحة الدفاع حتى آخر نفس عن أرض مصر ده معهدناه من طبعا جيشنا المصري كل سنة ومحافظة البحر الأحمر طيبة كل سنة وكل مصر في الحقيقة طيبة وكل سنة وكل أرض مصر بأمن وأمان أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر